قدم رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضر موت العميد ركن عامر بن حطيان النهدي استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وذلك نتيجة المضايقات من قبل قيادة المنطقة التي قال إنها تقضع للولاءات الحزبية وعدد العميد عامر بن حطيان في وثيقة استقالته الأسباب وأبرزها عدم تمكنه من تشكيل لواء عسكري لتنفيذ المهام المناطبه في الأمن والاستقرار بالوادي وذكر العميد المستقيل إن قيادة المنطقة العسكرية الأولى مبنية على الولاءات الحزبية وذلك في إشارة لحزب الإصلاح اليمني الذي تخضع للتوجهات وأضاف بأن من بين الأسباب هو كثرة الاختلالات المالية والإدارية في قيادة المنطقة العسكرية الأولى والتي لم يتقد حيالها أي إجراء ترجمة نانسي قنقر